اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السؤال الاول هل يوجد تقديم حاليا على منحة العاطلين او منحة الطوارئ الجواب حاليا لا يوجد اي تقديم لكن يتوقع ان يكون هناك تقديم بعد اقرار الموازنة بعد اقرار موازنة 2020 وهاي بعد بكيف الله والحكومة سؤال ثاني هناك اشخاص لم تصلهم رسالة والبعض منهم مسجلين اكثر من شخص برقم واحد الجواب ينتظر هم ينتظر لحين انتهاء كل الوزبات القادمة الوزبات حاليا انتهت لحد الان ما صار اي شي اذا لم تصله رسالة ينتظر استمارة التعديل اللي راح تطلقها الوزارة في الايام القادمة علما ان الوزارة لم تحدد الوقت لاطلاق هذه الاستمارة احذروا بعض ضعفاء النفوس الآن ماكو اي استمارة تصحيح لان البعض قاعد يكذب عالناس او يكذب عالناس او يتشذب عالناس احتيها هيكي يتشذب سؤال اي منحة وصلت رسائلها بالنسبة للشهر الثاني يقول الجواب بدأت المنحة للشهر الثاني مواليد تسعة وثمانين وتسعين وواحد وتسعين واثنين وتسعين 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 وتلاثة وتسعين عليكم الانتباه الى هواتفكم مزارة العمل والشيون الاجتماعية بدأت بارسال الرسائل الى المشمولين بمنحة الطوارئ للشهر الثاني الى الان لا يوجد رابط تعديل او تصحيح وكذلك لا يوجد اي رابط جديد للشمول في المنحة الجماعة اللي ما مشمولين بمنحة الطوارئ نقللهم الكم الله وانتظروا الفرج والتعديلات الجديدة الاشخاص الذين لم تظهر اسمائهم في الوجبات السابقة عليه ان ينتظر الوجبات اللاحقة ان وجدت عسى ولعل تظهر اسمائهم بس شلون تنحل هالمشكلة ما اعرف اكو تحديثات للوجبات القديمة وملحقات بس اكيد اكو حل لهالموضوع ويثبت الراتب وهذا ما يروح لا ما للشهر الاول ولا هذا الثاني اللي ينطلق سؤال اخوان اثنين او اكثر اشتركوا برقم واحد الجواب توصل المنحة لشخص واحد فقط واذا ما وصلت لهذا الشخص انتظروا استمار التعديل للذين اشتركوا برقم واحد سيتم اطلاقها لاحقا بعد بكيف وزارة العمل ولم تحدد موعد لاطلاقها سؤال كم رسالة توصل لغرض الاستلام الجواب رسالتين الاولى بها كود الاستلام كود يعني الرقم الاستلام او الرقم السري والثانية مكتوب بها المبلغ فرق الرسالة الاولى ما هو فرق الرسالة الاولى على الثانية الفرق كحد اقصى من يوم الى اسبوع من وصول الرسالة الاولى لكن حاليا بالشهر الثاني الوزارة بدت ترسل رسالة واحدة فقط هي نفسها تحتوي على كود الاستلام اللي هو رمز السري وأيضا المبلغ اللي هو مئة وسبعين ألف كلها برسالة وحدة فبجرد أن توصلك رسالة بهذه الشغلتين روح استلم سؤال وصلتني الرسالة الأولى ورسالة الثانية ما وصلت شنو الحل الجواب انتظر توصلك وإذا ما وصلت انتظر تعليمات وزارة العمل بهذا الخصوص يعني احنا شو علينا احنا مجرد أنه نطيقهم أخبار فتنتظرون يعني تعليمات الوزارة وزارة العمل سؤال من وين استلم المنحة الجواب مكاتب متعددة وغير مناطق توجد علامات على محلاتهم كتشبيه وليس واقع موظفين التقاعد يروحون للمكاتب اللي مكتوب عليها علامة كيكار مثلا يعني جماعة المنحة اكو مكاتب في عدة مناطق اكو مكاتب مخلين اعلام مدخل محلاتهم او معلقين اعلانات مكتوب بها سويج سويج S-W-I-T-C-H هاي المكاتب المخصصة اللي صرف المنحة وتاخد نسخة استنساخ من جلسيتك وتروح تستلم طبعا الاستنساخ الافضل انه تكون الوجه والظهر كله يعني بورقة واحدة الوجه والظهر ما للجلسية بورقة واحدة سؤال راجعت بعد اسبوع وابو المكتب قال تاريخك قديم ما يحقلك الاستلام الجواب لازم تراجعون خلال فترة من يوم الى خمس ايام من وصول الرسالة الثانية اذا تتأخر اكثر من خمس ايام ما راح يسلموك المنحة مالتك وفي حال التأخير يسقط حقك باستلام المنحة وهنا تنتظر تعليمات وزارة العمل اي شخص من مواليد تسعة واثمانين الى تلاثة وتسعين لم تصله رسالة ينتظر انتهاء الوجبات ثم ترفع مواليدهم طبعا هاي انتهت وصلت الوجبات وبائجت اساميكم اما من والد اربعة وتسعين الى الفين وواحد ينتظر يصدور الوجبات القادمة هاي هذا خبر قديم معلكم بداية مسلس سؤال اسمي طلع بالاسماء بس ما اجت اي رسالة على الهاتف شلون استلم الجواب ما يصير ما تستلم لطق راسك بالف حيط الا من توصلك رسالتين على الهاتف حتى وان ظهر اسمك عشرين مرة بالوجبات لازم رسالة على التليفون مثل ما قلت لكم وحب اذكركم مرة ثانية رابط القصة اللي نشاريتها القناة الثانية رح تلقوها مثبتها باول تعليق وحطونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة واشتركوا بقناة تليغرام ايضا رابطهم ثبتوا باول تعليق ونشوفكم بالفيديو الجاي في امان الله اشتركوا في القناة